بعد وفاة صاحب الشركة شعر حمزة أنه مات أيضا فبعد عمله لمدة الثلاثين عاما بالشركة تولى فادي ابن صاحب الشركة المسؤولية وكان أول قراراته التخلص من حمزة وطرده حيث لم ينس فادي الموقف القديم لحمزة عندما اكتشف تحويله أموال من حسابات الشركة إلى حسابه الخاص دون علم أبيه وطلب فادي منه عدم إخبار والده إلا أن حمزة أصر على إطلاع أبيه من باب الأمانة وكان جزاء الأمانة أن يصبح بلا عمل وبعد أن كان يقترض من أصدقائه آخر خمسة أيام من الشهر لينفق على أسرته أصبحت حياته كلها كأواخر الشهور وابنه الكبير في كليات الطب وابنته في الهندسة وابنه الصغير في الثانوية العامة وجميعهم يحتاجون لأموال كثيرة غير حساب الماء والكهرباء والسكن وعلاجه وعلاج زوجته وغير ذلك لذلك ظل حمزة في حيرة ولم يشعر بما حوله إلا وهو واقف أمام البنك حيث أن صاحب الشركة كان قد وضع أكثر من مئة ألف جنيه باسمه خارج حسابات الشركة ليصرف منها على أموره في غيابه فقال في نفسه هذا ثمن غدر فادي بي وحق خدمة السنين ثم صرف المال وقبل أن يصل إلى بيته قال في نفسه ما هذا؟ لقد أصبحت خائنا ولصة لا لم ولن أكن ذلك الرجل الملوث في آخر إيامه وفجأة وجد نفسه أمام باب الشركة ليدخل إلى فادي دون استئذان ويجده جالسا والدهشة تملأ وجهه وهو يمسك بخطاب تركه له والده فوضع حمزة المال أمام فادي وحكى له قصته وازدادت الدهشة على وجه فادي ثم هم حمزة بالخروج وهو في قمة الفخر فأوقفه نداء فادي المليء بالحزن انتظر يا عم حمزة وبابتسامة رقيقة أعطاه خطاب والده ليقرأه وإذا به ولد العزيز أعرف أن أول قراراتك هي طرد عمك حمزة من العمل فأنت تكرهه منذ أن أفشى سرك لي وكان الأجدر أن تحترمه لأمانته إن عاد إليك أعطه الشيك المرفق بالخطاب واعلم أنه كان رفيق دربي لنصنع لك تلك الشركة بكى حمزة كثيرا وتأسف له فادي وهو يحتضنه وأعطاه الشيك الذي كان أضعاف ما كان سوف يختلسه وأعاده فادي للعمل ليكون المسؤول عن الشركة في غيابه فبكى حمزة وقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا كان عدي بن حاتم الطائي يأبى الدخول في الإسلام لكن أخته بعد أن عرفت أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم عندما وقعت أسيرة في أيدي المسلمين فنصحته أخته بأن يذهب إلى الرسول ليرى أخلاقه وشجعته على الدخول في الإسلام ولما ذهب عدي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة استقبله استقبالا كريما وقام به إلى بيته إكراما له وفي الطريق وهما سائران لقيت النبي الكريم إمرأة عجوز فأوقفته طويلا تكلمه في حاجة لها والله ما هو بملك لأن الملوك لا تتواضع هكذا وتقف للناس وتسمع شكاوى المساكين في الطرقات وعندما دخل البيت قدم النبي صلى الله عليه وسلم لعدي وسادة من الجلد محشوة بالليف ليجلس عليها فردها عدي للرسول لأنه لم يكن عند النبي غيرها فرفض الرسول صلى الله عليه وسلم وأصر على أن يجلس عليها ضيفه وجلس النبي على الأرض فتأثر عدي بما رأى ولم يقم من المجلس إلا مسلما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بركة دعاء الوالدي طبيب أسنان سوري اسمه مجد ناجي تخرج وسافر للإمارات للعمل وأنشأ العيادة الخاصة به قام بتأجير عيادة وبدأ يدفع إيجارها شهرا وراء شهر ولكن العيادة لم يأتي إليها أحد حتى كادت نقوده المتبقية تنفذ وبالفعل بعد وقت قصير نفذ كل ما معه من نقود في هذا الوقت فكر في الاقتراض من أصحابه فلم يقرضه أحد فبدأ يتوسل لصاحب البيت الذي به العيادة ليؤخر الإيجار لبعض الوقت فأعطاه صاحب البيت مهلة وبعدما انتهت المهلة أخبره صاحب البيت بأنه سيحول الموضوع للمحكمة وربما طردوه خارج البلاد بعد إغلاق عيادته شعر الدكتور مجد في هذا الوقت أن الدنيا أصبحت سوداء في وجهه وفي وسط هذه الظروف اتصل به والده من سوريا ليطمئن عليه ويخبره بأنه يحتاج لبعض الأموال لأن الأوضاع عنده غير مستقرة فمد الدكتور مجد يده في جيبه وأخرج آخر مبلغ معه وأخبر والده بأنه سيرسل له في الغد مبلغا وهو يحدث نفسه في كل الحالات هناك أزمة بعدما حول الدكتور مجد المبلغ لأبيه في سوريا ذهب إلى صاحب البيت يستعطفه ليؤجل القضية ولكن صاحب البيت رفض طلبه فأدرك تماما أنه كطبيب أسنان انتهى مشواره تماما في هذا البلد قبل أن يبدأ وأثناء عودة الدكتور مجد من عند صاحب البيت اتصلت به مديرة عيادته تخبره أن العيادة ممتلئة عن آخرها بالمرضى وطلبت حضوره بأقصى سرعة ممكنة فظن أن مديرة عيادته تمزح معه وعندما أقسمت له أنها صادقة أسرع وذهب للعيادة فوجد ما قالته مديرة عيادته صدقا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا كان بالفعل رجل وعائلته بأكملها فكشف عليهم وعالجهم وكان ثمن الكشف والعلاج هو بالتمام أجر العيادة المتأخرة وأيضا المبلغ الذي أرسله لوالده فسبحان الله ومنذ هذا اليوم والعيادة تمتلئ بالمرضى حتى أصبح الدكتور مجد أكبر طبيب في الخليج وأصبح له برنامجا ثابتا على القنوات الفضائية الخليجية بل وأصبح طبيبا شخصيا للكثير من المشاهير في الوطن العربي بأكمله إن من أسباب الرزق صلة الرحم وبر الوالدين وصلة القرابات وصدق رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم حينما قال من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه متفق عليه